سلام عليكم وعملين ايه؟ انا شايمية واهلا بيكو في فيديو بديد القرده هنعمل ميداليا بالخيوط سهلة جدا كتجودة كده وزغنونة ومش تاخد معانا اي وقت خالص هستخدم ليها خيوط الستان خيط اهو زي ده كده ده خيط طوله 55 سنتي ممكن تستخدمه القطان برضو يعني بص الفرق ما بين القطان والستان القطان تخين شوية والستان رفيع وبيلبع هستخدم برضو دليات زي دي والقفل بتاع الميداليات ده وحلقة كده صغيرة اه اول حاجة هتجيب الخيط وهساوي الطرفين كده وهلسعهم بالولاعة عشان ما يدايقنيش ما انا شغال يعني طيب دلوقتي بقى هتجيب القفل اهو هساوي الطرفين اهو وهدخلهم في الخرم بتاع القفل ده زي ما انتو شايفين كده طيب بعد ما دخلتهم بقى بصوا بشدوا ازاي وبخلي الطرف المقفول ده عندي كده طيب الطرف المقفول ده لازم اخلي طوله 5 سنتي بس ما يزدش عن كده وما يقلش عن كده في القطان ممكن نخليه 6 سنتي لان القطان ادخن شوية فبياخد مساحة في الشغل فهخلي ده 5 هقيسه بقى ازاي اهو بصوا كده طيب هو هنا 6 طويل شوية فهشده كده من عند الخيط الطويلة هقصره فكده خلاص اهو بقى 5 هبتدي بقى اشتغل عادي خالص بطريقة المقرمية هجيب الخط اللي على الشمال فوق الخيط اللي في النص المقفول ده والتاني فوق اي اهو تعالوا نحطها كده عشان تبقى واضحة اكدر طيب الخيط اللي على الشمال فوق الخيط المقفول شايفين فوق الخيط القصير والتاني بقى فوق اي اهو وبعدين هجيب ده بقى هدخله من تحت الخيط اللي في النص ده اللي هو الدايرة المقفولة دي وهدخله بقى ايه جوة الدايرة التانية دي من تحت تمام كده ركزوا كواس عشان تطلع معاكم مزبوطة طبعا نحط صبايا فوقه عشان المأسل اللي احنا هحملنا ما يبص في يعني محاول اسبت ايدي على قد ما اقدر واشد الخيط بصابعة تانية كده من الناحيتين تمام كده بصو يعني زي الفل اهو بصو كده خلاص احنا عملنا اول ربط اهي عادية خالص احنا هنقس تاني برضو عشان لو فيه تغيير حصل في المأس اهو زي الفل اهو لو فيه حصل تغيير فوقه وعيده تاني طيب هجيب بقى المراضي الطرفي اللي على اليمين اهو فوق الخيط اللي في النص والتاني فوقيه ومن تحت الخيط اللي في النص وجوه الدايرة برضو من تحتها مش بدخل في الدايرة اللي هي في النص دي مالكوش دعوة بيحنا بدخل من تحتها تمام مراضي بقى من على الشمال اهو انا بحاول عملناكو براحة ومش بسرع قوي عشان تبقوا فنبيل يعني تمام اهو بصوا احنا بنعمل بقى ايه مرة اه من اليمين ومرة من الشمال زي ما احنا متعاودين يعني في طريقة المكرمية دي عموما بقى في المستمر في كل حي كده اهو بصوا كده الشكل مرة من هنا ومرة من هنا لحد ما بننزل ايه لحد تحت خالص لحد ما الجزء اللي في النص ده بيصغر معنا طيب بصوا بقى كده احنا بنوصل للاخر اهو اه بحاول بقى اخليها يعني استخدم الخيط على قد ما قدر يعني حتى لو صغير قوي بصوا بحاول ازبوته برضو اه متعب شوية بس ايه اه هيتعامي يعني دي كده خلاص اخر حاجة الخد صغير خلص بس عادي ايش ده يعني زي الفن او خلاص بقى كده بنبتدي نشد بصوا بقى الحلقة اللي عندنا بقى صغنونا خلص ازاي احنا عايزنا بس اتدخل المدالي هاوص بقى الاطراف دي وهلسعهم بالولاعة عادي خلص اهو وطبعا زي ما احنا متعودين والولاعة سخنة بنضغط على الخيط اللي تحت كده عشان ما تبنش بصوا اصي الخيط الستان ده بيعمل لون كده بيبقى غايمة فاحنا مش عايزين يبقى شكله بحش فبزوقها لتحت كده برضو هنا نفس النظام اهو وهلسع برضو وهضغط كده والولاعة سخنة ممكن لو مداخدتش قوي بس اخن الولاعة كده بضغط علي عشان تسخن شوية كمان اهو وضغط برضو على الخيط اه بالشكل ده خلص كده تعتبر خبز هنجيب بقى الحلقة ويقول الحمد لله تلا شكل قلبه كنت عايزي قلبه اهو هدخل اهو زي الفل وهنبتدي بقى ندخلها في الخرم اللي هو صغرنون خالص ده كل ما بيكون صغير كل ما بيكون شكله احلى يعني لو معرفتوش هتخلطه شوية عادي مش مش كده فبصوا الشكل اهو عالصورة خلص وامورة وقادي اللي اثنين مع بعض ماخدوش اي وقت خلص يا ربي يكون الفيديو عجبكم ويا سلام لحد ما شوفكم في فيديو جليل شكرا